يعني إذا كانت لا تعرف إيران أهمية أو قدرة البيتين وخمسين فتلك مصيبة وإن كانت لا تدري فالمصيبة تراغم في هذه الحالة يعني شنو اللي ممكن تسوي إستاذ صبحي يعني بي فيفتيتو بي فيفتيتو هي طائرة قاصفة عتيادية عملاقة كبيرة جدا من صناعة الخمسينيات بالمناسبة وطورت خلال الثمانينيات والتسعينيات إلى ما يسمى بالعلامة H مارك H هذه يعني أكثر تطورا من طبعا الأجيال السابقة هذه الطائرة تحمل أربعين طن من القنابل أربعين طن من القنابل بما فيها القنابل ذات الوزن الخارق يعني ثلاثة طن وسبعة طن وتسعة طن وأكثر من اثنائش طن هذه القنبلة الواحدة وهي مخترقة هذه من جهة يعني لا أدخل في التفاصيل ولكن الطائرة الواحدة البي سيان وخمسين تحمل بدل القنابل التي صارت من الموضة العتيقة إن صح التعبيل 32 صاروق كروز مقذوفة كروز مداها من 800 كيلومتر بالنسبة للأصغر إلى 2500 كيلومتر بالنسبة للأصغر 32 صاروق كروز أي بمعنى أن الطائرة هذه يمكن أن تقذف بهذه المقذوفات إلى بعد 2500 كيلومتر أي عبر الأرض الإيرانية نحو أفغانستان من أجواء المنطقة العربية الشعودية أو قطر أو الخليج العربي إلى تلك المنطقة التي سميتها جميل لكن أستاذ صحيح جميل يعني هذا بهذا الوصف الذي حضرتك الآن تتحكي به هل هذا معناته أنه البي 52 ممكن أن يطلع واحدة على إيران ممكن أن تسقط النظام كله؟ لا أقول سقط النظام ولكن الطائرتين يعني 32 فيه 64 كروز تنطلق خلال لا أقول لحظة واحدة وإنما خلال فنق النصف ساعة إن كانت مبارمجة ساعة إن كانت مبارمجة إلى 64 هدف أساسي وستراتيجي في الدولة الإيرانية ونحن قد ذقنا هذا الأمر مع الأسف طبعا في عام 1991 وفي عام 2003 يعني كل الرادارات وكل المنشآت وكل منظومات الدفاع الجوي وكل قيادات الدفاع الجوي وكل القواعد الجوية أخمدت وأوقفت عن العمل في ليلة واحدة من قبل الطائرات الأمريكية والبريطانية وخصوصا الأمريكية وأقصد فيما أقصد طائر المغزوطان الكروز التي لا يمكن لحد الآن في تصوري أن تعترض يعني لا يوجد هناك سلاح لإعتراض الكروز لأنها تحلق طيلة هذه المدايات بارتفاع يقل أو يدنى عن 60 متر فإذن لا تقتشف الرادارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر